أهل البيت يرسمون لنا الحياة السعيدة كيف نسعد في حياتنا؟ لماذا هذه المشاكل في كل يوم في أغلب العوائل؟ ليش أغلب العوائل تجدون فيها مشاكل؟ هل الزوج هو المقصر؟ ربما الزوجة هي المقصرة؟ ربما كلاهما هو المقصر؟ ربما لكن لماذا هذه المشاكل؟ ليش إحنا حياتنا الاجتماعية مشحونة بهذه المشاكل؟ لأننا ابتعدنا عن هديهم انتوا راجعوا رسالة الحقوق للإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه الذي في هذه الأيام نحن نعيش في ذكرى ميلاده والشروح التي كتبت على هذه الرسالة حقيقة إذا رسالة الحقوق إذا كنا ننفذها إذا كنا نفهمها ونعقلها ما كانت هذه المشكلات؟ كلمة تحل المشكلة بكاملها ذاك الرجل يأتي إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول له علمني كيف أصلي الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي عليه خمسين أو ستين سنة وهو لا يعرف صلاته خمسين سنة عايش ما يعرف صلاته ثم الإمام الصادق قام صلوات الله عليه وصلى الصلاة التي يريدها الله سبحانه وتعالى الفقهاء يذكرون هذه الرواية ويعتبرونها من الروايات البيانية حقيقة ما أقبح بالرجل يمر علي خمسين سنة وما أقبح بالمرأة يمر عليها خمسين سنة ولا تعرف فكرة الأئمة صلوات الله عليهم في العلاقات الزوجية الأب لا يعرف فكرة الأئمة في أنه كيف يعامل ولده والابن لا يعرف فكرة الأئمة في أنه كيف يعامل والده ترجمة نانسي قنقر